بسم الله الرحمن الرحيم لغة فرنسية سنة التالية ابتدائي نستقنف مع صفحة 125 125 125 125 125 أعود إلى الج سTR جرو فـ في أعلى الصفة ل inglizes أعمال ورأو تمرون سنجLast leçon A سيبدو الطابق إلى الفقرص يقدم صوت 1 واحدة الدولة أعتبر أعمال اي ان اي ام كما نرى نبخنو الاكزامبل شما شما كما في مثال شما كلمة شما ايضان شما فين تنسمع اه نسمعات الصوت اه في اخر الكلمة هدان كما نرى انا يكتب اي ان دان ست اقزمبل المصنع اه سيكري اعاك اي ان نبخنو لأياله اي انا اقرأ في اجت prostu منعند emente المقودstellar 'tه 《2يثمrias》 مخورو مخوروف بعد learnt مخورو مخورو بعد ر آآ مخورو مخورو بعد إلى أهللل مخورو بعد الأن أعليل أعليل بعد الأن كforeign بعد الأن جدا مخورة مخورو يعني FM وكثر أعليل مخورو جدا كما يم الفك ص Apple كما تلاحظين لتهمون كم يعني تسمي لبيها لدينا مستقبل ثيدك أ بعد 9 آ لكن كما تسمى Gabe بنا كما تعلم كما تعلم كما أردت الأمريكي سيكري описك هذه كلمة تطمي siempre صوت اه يك Навرن وهذا يكتب описك الفك و لاكاتر نتفقد ستطلق ستطلق كم نسخ نتفقد ستطلق و لاكاتر اه هتكالها تطلق صوت اها يكتب في آخر الكلمة ماذا نقصد بها؟ حديقة حديقة طريق طريق قلنا إلي آنكيه إلي آنكيه هو هو منزعج هو قلق إلي آنكيه إذن طبعا آنكيه طبعا في المؤمنة نقول ألي آنكيهت ألي آنكيهت هنا عندنا آنكيه إذن نسمع صوت آن ولكن في أول كلمة آنكيه إذن نقول آن آنكيه هم دي؟ إذن هاد آن نسمعها في أول كلمة إكي سيكري آذك إي آن إذن يكتب إي آن كما نرى إلي آنكيه هو قلق إذن عندنا كلمة آنكيه تتضمن صوت آن والذي يكتب في أول الكلمة كما نرى يكتب إي آن إذن لهم آنكيه يكمن إذن لهم آنكيه يكمن إذن لهم آنكيه يكمن إذن كلمة آنكيه يوجد أرنب أرنب إلي مالا كلمة مالا ممكن أن تعني شرير خابيث نتكلم مثلا عن مرض نقول عنه خابيث نتكلم عن شخص نقول عنه خابيث أيضا إذن إنسان يكون ينوي الشر نقول عنه مالا نتكلم عن شخص نقول عنه مالا يعني أنه سيء الطبع أحيانا ممكن أن كلمة مالا تعني داكي كيف يقول أنه شيطان من حيث دكاء على كل حال مالا ممكن أن تعني شرير عندما نقول إلي مالا كما نقول هو شرير إذن مالا كومبهولسون آه إسيك خيارك إي آن على فنديمو إذن طبعا كلمة مالا تتضمن صوت آه كما نرى إسيك خيارك إي آن على فنديمو ويكتب إي آن على فنديمو أبغي أولا آه يعني واحد أو كما نقول حديقة واحدة أو كما نقول أيضا حديقة يعني أنها غير معرفة إذن هذه الكلمة التي تكتب إي آن أنها تعطي الصوت آه تنطق آه ثم عندنا لبارفا ما هو المقصود بلبارفا هو العطر لبارفا إذن كما تلاحظوا بأن كلمة بارفا كما نقول سي لصن آه ما كيسي خيارك إي آن على فنديمو كلمة بارفا أنها تتضمن أيضا الصوت آه ولكن طبعا الاختلاف بينها وبين ما رأيناه قبلا أنها تكتب إي آن ثم عندنا آن بوسيبل آن بوسيبل إذن عندنا آن بوسيبل إذن للمو أمبوسيبل كمبرونسي لصن آه ما كيسي خيارك إي آن كلمة آن بوسيبل تتضمن صوت آه ولكن يكتب هذه المرة بإي آن كما نرى ثم عندنا لاندي لاندي طبعا كلمة لاندي كما نرى أنها تتضمن إي آن التي رأينا قبلا إذن والتي تنطق آه سننطق لاندي كما نرى بأننا ننطق صوت آه يكتب إي آن كما في حالة كلمة آه إذن كما تلاحظوا بأن هذا الصوت آه أنه يكتب بعدة طرق آن بو إي آن آن بو إي آن 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 آم طبعا في بعض الكلمات أنها تعطي الصوت آه ولكن ليس دائما أمتي؟ ليس دائما مثلا في كلمة إي نتي يعني واحدة لان ننطقها أنتي أمتي؟ إذن ننطقها إي نتي إذن هناك حالات لكن في حالة كلمة مثلا إي آم تكون متبوعة بي أن هذا إي آم تنطق آه مثلا كما هنا أمبار أمبار إذن أحادي بار يعني أنه زوجي أمبار أنه أحادي هم ذي؟ مثلا أمبارابل أنه ضروري أمبارابل إذن كما تلاحظوا بأن إي آم بعد بي إذن إي آم تنطق آه إذن نتكلم عن مأزق أو نتكلم عن طريق مزدود إذن كما تلاحظوا بأن إي آم عندما تتبع بي أنها تنطق آه مثلا في الكلمة الموالية يقام لن تنطق آه مثلا يعني الاعتياد تتكلمه على العادة فأنتي لا كوتيمونز لا كوتيمونز المقصود بأنك تتخلي الناس يولفوش حاجة بحلش واحد تيكون ما تيدخنش ولكن تيسبح تيدخن أن بعض الناس تعودوه يبقى يدخن وبالتالي تهو اللي عنده عادة إذن هذه تسمى لا كوتيمونز إذن للإشارة هذه تحدد كثيرا في مجال الاقتصاد هناك الكثير من الشركات تلعب على هذه المسألة أن تحاول أن تجعل من الناس أنهم يعتادون استعمال من تجاتي نتعود إلى دوزيان بارغراف جابسير في هذه المرأة ويجب أن أترى أو جنتم آه أو آه أو جنتم آه أو آه جابسير في هذه المرأة أنا ألاحي دي سورة جابسير في هذه المرأة أنا ألاحي دي سورة ويجب أن أترى ويجب أن أجد الكلمات أو جنتم حيث أن أسمع آه أو آه حيث أن أسمع آه إهن أو أه أو أسمع آه أو أسمع أو أسمع آه إهن donde نحن سورة للمستة Qu'est-ce que c'est? Lapin C LEPIN Es-le Lapin C'est le Lapin Est-ce que le mot Lapin comprend Opa Le sont Oui Il le comprend Il s'écrit comment? IN Et dans le mot Lapin Express un Et qui s'écrit A la fin du mot Avec IN Nous passons A la deuxième image Qu'est-ce que c'est? harpin C'est 20. إذن هذه إشرون. Alors, est-ce que le mot 20 comprend ou pas le 100 A? Oui. Oui, il le comprend. Il s'écrit comment? Avec I-E. I-N. Il s'écrit avec I-N. إذن يكتب I-N. V-I-N. V-I-N. G-T. G-T. إذن يكتب I-N. Après, on a la troisième image. Comme nous la voyons, qu'est-ce que c'est? Savon. Le savon. C'est le savon. Le savon. Est-ce que le mot savon comprend ou pas le 100 A? Non. Bien sûr que non. Le mot savon ne comprend pas le 100 A. I-N. On n'entend pas le 100 A. Après, on a la quatrième image. Qu'est-ce que c'est? Le bonbon. C'est un bonbon. Est-ce que le mot bonbon comprend ou pas le 100 A? Non. Avec le mot bonbon, on n'entend pas le 100 A. Après, on a la cinquième image. Qu'est-ce que c'est? Le chemin. C'est le chemin. Alors, est-ce qu'on entend ou pas le 100 A avec le mot chemin? Oui. Bien sûr que oui. Il s'écrit comment? À la fin. Il s'écrit à la fin du mot? Avec? I-N. Avec I-N. Après, on a la sixième image. Qu'est-ce que c'est? Un jardin. C'est un jardin. Alors, est-ce que le mot jardin comprend ou pas le 100 A? Oui. Oui. Il s'écrit comment? I-N. À la fin du mot. Il s'écrit à la fin du mot? Avec I-N. Avec I-N. Et enfin, on a? Un. On a un. Alors, est-ce que le mot un comprend ou pas le 100 A? Oui. Le mot un comprend le 100 A? Le 100 U-N. Le 100 A? 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 Il s'écrit comment? Avec I-N. Il s'écrit avec I-N. Nous passons au troisième paragraphe. Je lis le mot et je donne le numéro du discern qui lui correspond. Comme nous le voyons ici, on a des mots. Je lis le mot. Je lis le mot. Je lis le mot. Nous allons lire chaque mot à part et nous allons donner pour chaque mot le numéro du discern qui lui correspond. Je lis le mot. Nous allons nous donner le mot du discern qui lui correspond. Nous prenons le mot le lapin. Quel est le numéro du discern qui lui correspond? 13 Regardez bien. Le lapin 2 2 Et donc, nous allons mettre à côté du mot. Le lapin, nous allons mettre quoi? Et donc, ça n'a pas besoin de quel mot le lapin. Ça n'a pas besoin de mettre? 2 Alors, nous allons mettre à côté du mot le lapin. Nous allons mettre quoi? 2 Nous allons mettre le numéro 2. Après, on a un poussin. Un poussin. Oui, tout d'abord, le poussin. 4 4 Nous allons mettre le numéro 4. Et donc, ça n'a pas le rapin. Après, on a le chemin. 1 Le numéro 1. Enfin, on a le jardin. C'est quel numéro? 3 C'est le numéro 3. Et enfin, on a le paragraphe. Je lis les nombres de 1 à 10. Alors, nous allons lire les nombres de 1 à 10. Le nombre 1 après? 2 2 Après, qu'est-ce qu'on a? 3 Après? 4 4 On a 4 Après? 5 5 Puis? 6 6 Ensuite? 7 7 Après? 8 8 Après? 9 9 Et? 10 Et 10 Voilà, ce sont les nombres de 1 à 10. Nous allons faire la vidéo. de la vidéo. 8 Et à tous. 7 8 9 10 11 11 13 14 16